في جديد الانتهاكات الصينية الممنهجة ضد عقليات الإيغور المسلمة خرج مسؤولون صينيون لتبرير سجن آلاف من المسلمين الإيغور لأخبار الآن فهل تصمد هذه التبريرات أمام الواقع الحقوقي للمسلمين الإيغور؟ ماذا كشف المسؤولون الصينيون لأخبار الآن؟ نتابع التقرير التالي مع بلوغ قضية الإيغور قمة أجندة الأخبار الدولية تواصلت أخبار الآن مع المسؤولين الصينيين في الدول العربية للحصول على تدفع لهم على تقارير الاضطهاد الجماعي للمسلمين في شانجيونغ رفض المسؤولون تحدث علنيا لكنهم وفقوا على أن يتم الاستشهاد بكلامهم من دون ذكر أسمائهم عموما لقد قاموا بتكرار إدعاء الصين الرسمية ولكن كان من الممكن التقاط بعض المعلومات الإضافية من منظور الحكومة أدناه نقدم لكم ما سمعناه من هؤلاء المسؤولين الصينيين وكيف يمكن مقارنة هذه المعلومات مع ما يعرفه المجتمع الدولي بشكل عام لم تعود الصين تنكر وجود نظام احتجاز ضخم في مقاطعة شانجيونغ ذاتية الحكم لم ينكر المسؤولون الصينيون الذين تحدثوا إلى أخبار الآن أن كان يتم اعتقال أعداد كبيرة من الإيغور ولكنهم عارضوا فقط الأوصاف الإعلامية عن حجم تلك المعسكرات ومداها وطبيعتها يقول المسؤولون الصينيون الذين تحدثوا إلى أخبار الآن أن عدد النزلاء في هذه المعسكرات كما ذكرت وسائل الإعلام الدولية مرتفع للغاية وقال أحد المسؤولين أن اعتقال واحتجاز مليون مسلم سيكون غير منطقي حقائق يعكسها الواقع هي رقم المليون معتقل لا يأتي فقط من ناشطي الإيغور في الخارج ولكن أيضا من تحليل صور الأقمار الصناعية والتحقيقات التفصيلية التي تقوم بها الأمم المتحدة كانت هذه حجة دفاعية سمعناها من المسؤولين الصينيين كما أنها تتعارض مع نفسها حيث أنهم لم يفسروا كيف أن مليون شخص أو 10% من مسلمي الصين الإيغور يمكن أن يكونوا متطرفين وحقائق يعكسها الواقع كذلك لا يوجد دليل على وجود أي إرهابيين أو متطرفين في هذه المعسكرات في الواقع إذا كانت الصين ذكية فإنها لن تجمع الناس المعتدلين مع المتطرفين وهذا لمنع انتشار التطرف